السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الحلقة الحادية عشر من حلقات الهندسة جيوتقنية وهنتكلم في الحلقة دي عن السويل امبروفمينت واحنا كنا اتكلمنا في الحلقة التاسعة عن التوربة زيادة المشاكل او زي سويل كيوزينج بروبلينس ان فونديشن اللي بسبب مشاكل في الاساسات والانواع التوربة كتير ولكن الحلقة دي هنتكلم عن حاجة هنعمل حلقات تانية طبعا بس هنتكلم النهاردة هاو تو امبروف سويل ساتش از اللي هو الفيري سوفت توسوفت كلي او لوس ساند او لوس سيلتي ساند او السابخة دوبوزيتس او قلنا ان السوفت كلي دي بتبقى موجودة عند مصابات الانهار زي عندنا في دوميات وبرسعيد وعندنا مثلا في البحيرة في حتة برضو فيها سوامس وفيها يعني طوربة ضعيفة طيب يعني نحسن خواص طربة بنحسن الاسترس بنقلل التضاغط او بنقلل البرميابلتي بنحاول ان احنا نحسن الوضع او ظروف بتاعت ده معنى في مثلا طربة زي ما قلنا او طبعا عندنا احنا نختص في الحلقة ده هي ايه هو التكنيك اللي هو بالنسبة للسلت كلي او الفيري سوفت كلي او اللوز سند او السابخة تكنيكس او سويل امبروفمنت هنتعرف عن ديفرنت تكنيكس او سويل امبروفمنت وهنعرف الانواع المختلفة من هزا التكنيكس او سويل امبروفمنت هانا عامم مختلفة تكنيكس او زي ما قلنا امبروفمت او لانواع المختلفة من المختلفة من المختلفة من المختلفة of soil. the soil improvement techniques are my action, pre-loading, drainage methods, vibration methods, grounding and injection, chemical stabilization, soil reinforcement, geotic styles and human brain and other methods. الاناخد اه ا اه تحضرتكو ال بريلودينج. أو بريكمبرشن. واناخد وفي الحلقة آدتي مع البريولودينج هناخد 2 تايف اوف دينيش ميزود. هنبص انعرف يعني ايه البريرولدينج الاول اول حاجة البريرولدينج or a break compression of soil for ground improvement. البريرولدين or break compression is the process of بكل بساطة الـ Pre-Loading أو الـ Pre-Compression أنا لما بكون عندي أرض Very Soft Clay أو Soft Clay أو Sub-Creposits أو الأرض الضعيفة من ضمن تحسين خواص التربة إن أنا ممكن أحط سورة شارج بريشر أو حمل إضافي يعني مطابق للأحمال المطبقة أو مثلا حمل يزيد عن المبنى اللي هو جاي وبسيبها a long time بيخرج لي المحتوى المية اللي هو بين الفراغات وده بيعمل لي settlement بيعمل لي هبوط وبيقلل لي الحجم الكل للتربة ومن هنا بحسن خواص التربة عن طريق الأحمال اللي أنا بحطها المطبقة دي على مرء الوقت وده في الصورة ديت شايفين طبعا سكيتش بيبين الموضوع بيحصل إزاي وده صورة طبيعية في موقع من المواقع حاطط وزن من التراب على الإرية كلها اللي هيجي فيها المبنى في المستقبل ووزن التراب ده هوات بيبقى أزيد من الحمل المطبق اللي هو المبنى اللي جاي فبيعمل لي consolidation للتربة وده هوات طبعا عن طريق الوزن التراب ده وحعمل التراب ده بيعمل لي drainage للبور بوريشر أو الوتر بور بوريشر فبتطلع لي فوق السطح وبنحاول نصرفها أو ننقلها في حتة تانية وبيحصل consolidation وده من ضمن أنواع لحسين جواس التربة النوع التاني حضرتكو اللي هو الـ Sandy Drain ده برضو تكنيك بيستخدم في تحسين خواص التربة أو Seul Emprouven هنعرف يعني ايه؟ Sandy Drain Sandy Drain is a process of radial consolidation which increases rate of drainage in the embankment by driving a casing into the embankment and making vertical borehole This hole is backfield with suitable grade of sand الكلام ده معناه ان انا بحط مواسير كيسنج والمواسير دي بقى حطها فيها رمل ساند بدرجة معينة أو بتدرج معين وبيحصل drainage الساند ده بيحصل على ان هو يصرف المية اللي هي موجودة في البورهولز أو في الصوفت كلي وبيطلعها بره وبأسحبها برضو بطريقة تانية وبأنقلها الى مكان آخر وزا ما شايفين حقا لكم في الصورة بتباين لي طريقة تنفيذ الساند درين والساند درين طبعا بيتعامل ببورهولز بحفر تسقيب وبحط مواسير كيسنج وطبع مواسير دي بيحط فيها باك فيلنج برمل بتدرج معين وبعدين طبعا المياه اللي في بورورشار اللي في الصوفت كلي او الساند او السابخة دي بوزيتس او اي تربة ضعيفة بتنتقل الى الرمل اللي هو في برميبيل تعالية اللي هو نحطته في المواسير وبيطلع على السطح وبصرف هذا بعمل درينج صرف لهذه المياه في اماكن اخرى حدار لكم ده الويك ودا النوع الثالث في حلقتنا النهاردة في نوع من انواع تحسين خواص التربة وهنعرف يعني ايه وك درين نحن بنوع من من طبعي جيو تيكستايل فلسانتر هذا تنتظر درينج ستار خلاص قوم بشارك باختصار شديد من عشرات الايام او شهور وده الطريقة اللي بيتدكك فيها في الارض وده عبارة عن الياف وهنشوفها قدام وده المكنة اللي هي بتنزل الويكس في الارض وده عبارة عن زي فلتر وبيبقى فتيل بينتص الميا من الارض وبيطلحها طبعا مع الزمن وبيحصلها طبعا ان هي بتطلع على السطح وطبعا بيحصل الى التربة وده طريقة الويك درينز وطريقة المكنة اللي هي بتعمل الويك درينز وطبعا شايفين كمية الالياف او جيه توك ستايلز دوت او النوع ده من انواع الدرينيج وطبعا بتسيبها زمن كبير على حد ما بنحصل كونسوليش وده انواع الالياف اللي هي عبارة عن شرايت او ستريبس ديها اشكال مختلفة وطبعا بتبقى شريط كبير جدا زي ما احنا شايفين وده المكنة وهي بتنزل الويك في الارض وبتدككها في الارض وطبعا شوفنا اشكال الشكل دوت قبل كده والاشكال دي قبل كده وان شاء الله باذن الله هنتكلم في الحلقة الجاية عن نوع تاني من انواع التكنيكس اللي بتستخدم في تحسين خواص التربة او امبروفينج سويل وارجو اني كون اعملت فيديو اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته